حلقة كلها بخير خلونا نقف قدام ملمع كده سبع ايام وينتهي كأس العالم في قطر اتنين ونص مليون مشجع مواطن من كل الدول المشاركة وغير المشاركة كانوا في قطر قطر استفادت مش حنقدر نقول مهما استفادت ماديا انها استفادت كتير لانها صرفة كتير صرفة اكتر ما يقرب من 240 مليار دولار فالمتوقع انها تجني ثمار ده 30 35 40 50 مليار دولار لكن الدول اللي ما صرفتش كيف استفادت الامارات استفادت المملكة العربية السعودية استفادت البحرين استفادت الكويت استفادت كل البلاد اللي كانت موجودة كريمة وفرت رحلات طيران عملت عروض للفنادق اسعار طيران رخيصة فنادق رخيصة جدا هننظم لك على المطش اللي انت عايز تروحه فاستفادوا سياحيا والناس كمان استفادت انها استمتعت طول فترة اقامتها بدل مطروح بس اتفرج على كاف العالمي انا مش شغل بالي الناس انا شغل بالي اللي في جيب الناس الدول دي بتفكر في اللي في جيبك احنا في مصر فكرنا ازاي في الناس وجيوب الناس ولا حاجة ولا حاجة هل وزارة السياحة فجأت بان في بطولة كاس عالم في دولة جنبنا بيننا وبينها تلات ساعات لا هل وزارة السياحة ووزارة الاثار فكر منهم يعملوا مثلا معرض للاثار هناك هل حصل تنصيق نقول نعمل رحلات واعلننا عنها للناس الموجودة هناك دي بعد ما تخلط خلص العالم او لو في رئي تقراج تعالى عد عندنا خمس ايام تعالى رحلقصر تعالى رحلقصر تعالى رحلقصر تعالى رحلقصر بقى سعار زهيدة جدا لا هل كسبنا مليم لا طيب ها يعني عندنا شباب مؤهل عندنا ناس لسا خارجين من قمة المناخ كانوا جاهزين فكرنا نعمل بنارات حتى نعمل لأي حاجة دولة علاقتنا بيها بقت كويسة لو العلاقات وعش اقول لكم ماشي ما نفكرش لكن دولة بقت علاقتنا بيها كويسة وعلى استعداد تعمل لنا أي حاجة الناس اللي بتشتغل في السياحة والاثار ليه ما استغلوش حدث كبير يفكروا زي عندك حقيقة يعني جايب لك اتنين ونص مليون سائح جنبك لو خدت منهم عشرة في المياه هتاخد خمسة وعشرين ألف بس يجوه لك لو كل واحد صرف فيهم خمس ثلاث ألفين دولار هتجيب مبلغ وحنا محتاجين لبالله صعب كل المقاييس يعني فكرة الزيارة انك تربطه علشان يجي لك تاني حتى الناس مش هتجي من مكسيك ولا هتجي من الأرجنتين ولا هتجي من برازيل مخصوصة عشان تزور مصر ناس كتير أكيد نفسها تزور لكن تب ما جات لك الفرصة وجنبها وتلس ساعات بدل ما هيسافر يومين وييجي وجت لك يوم وهو رايح فيقولك على إيه فعندك والفرق خرجت كنت خدهم كنت تبزي المجهود تعمل حاجة طبعا هو الدافع للكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ان بأمانة يعني فكرة مصر بكل تاريخها وكل أثارها وكل أماكنها السياحية دي ما تكونش حضرها في حدث مهم علامي زي ده وفضل سبعة أيام كان سؤال مهم كان لازم نقف قدامه ازاي نغيب عن حدث مهم زي ده وما نقدرش نستفيد منه التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط هو ده الشيء اللي يمكن كان غايب عننا واحنا بنقول ان السياحة بتاعتنا ما استفدتش خالص من الحدث الأكبر اللي موجود في دولة عربية على بعد يدوب ثلاث ساعات مننا فسؤالي التاني احنا عايزينه ونوجهه للتحاد الكرة كمان ليه ما كانتش ده سؤال انطرح وبساطة كده بنا الأهرامات موجودة ضمن المناطق اللي ممكن تقام فيها فعاليات مهرجان المشجعين الدولي اللي بتحدده الفيفا ليه ليه ما استغلناش حدث مهم زي ده ممكن نقدمه بالشكل اللي مصر يتروج فيها سياحيا وإحنا نستفيد وهو مكان أساسا كل الناس كريمة بتسأل انتحاد الكرة انتحاد الكرة اللي معرفش يطلع حكم يروح البطولة ده من المغرب ومن الجزائر ومن الإمارات ومن السعودية ومن قطر حكام وإحنا ما عندناش نافر حكم ماتش لمسك عصايا ووقف ولا قاعد في قودة بار ولا حكم احنا اتحاد الكرة اللي ما قاعدنا في بيوتنا نتفرج اللي بيفكر النهاردة يمشي كلتنبرج اللي جابه باربعين ألف دولار وقاعد في اليونان وهو اللي متعقد معاه وبيفكر النهاردة يشوف له صياغة عشان مش عاجبه عشان بيفضح الحكام اتحاد الكرة ده هيفكر في السياحة المصر ده مش عارف يدير دوري عام بقاله 3 سنين هيفكر في كرة المصر خرجنا من أفريقيا وخرجنا من كالس العالم والنشئين خرجوا والحكام فطحينا ما عندناش حكم وعايزة يفكر لا هو باعتبار ما ينبغي أن يكون هو ده للمخترد ما كانش ليه بقى مين الناس اللي عندها أزمات ايه الجهات اللي ما تصرفتش بشكل صحيح احنا بس بنعرض الموضوع وعلى المسئولين عن كل ملف من دول يراجع نفسه احنا بنتكلم مش عشان استفادات شخصية لاحنا حديث القاهرة ولاحنا هنا اللي بنقدم البرنامج ولا فريقه مستفيد بشكل شخصي شخصي من الحاجات اللي بنترحها لكن مصر ومصر تستاهل ان كل حد في مكانه يشتغل اذا كان الموضوع سهل وجنبنا زي ما بنقول على بعض خطواتي خير نتمنى نتمنى بي